بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل وهو الثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنهك ومتعب وحالته كانت يعني صعبة فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراك مجهدا يا ثوبان فقال والله يا رسول الله ما مرض ولا تعب أصابني ولكنني اشتقت إليك وإنني أحبك يا رسول الله وكلما اشتقت إليك آتي إليك كلما إذا ذهبت إلى أهلي أو إلى أصدقائي وأشتاق إليك فآتي إليك ولكن يهمني ويشغلني ويقلقني أنه يوم القيامة أنت ستكون مع النبيين ولا أضمن أن أكون في درجاتك فهذا الأمر هو الذي أهمني وأقلقني أنني يوم القيامة إذا اشتاقت إليك فكيف أراك فإني أراك الحقيقة يعني سؤال محير جدا سؤال صعبيا ولكن الله عز وجل جاء بالإجابة ربنا عز وجل سبحانه وتعالى هو الذي أنزل جبريل عليه السلام بالإجابة إجابة جميلة جدا ما هي الإجابة والإجابة طبعا يعني مش لسيدنا سوبان بس لنا جميعا اللي عايز يرافق النبي صلى الله عليه وسلم هو بقى حاجة بسيطة أو يعملها يكون في رفقة النبي في الجنة يقول ربنا عز وجل في سورة النساء وهذه الآيات نزلت بمناسبة قول سوبان للنبي صلى الله عليه وسلم ومن يتع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقة سبحان الله يبقى طاعت ربنا عز وجل ورساله السلام معناها مرافقة نبي في الجنة طبعا الدين يسهل وبسيط جدا ولكن يعلم بقى حجم هم وانت بتاع ربنا لابد أن يختبرك الله عز وجل وهنا بقى بتأتي المجاهدة يقول ربنا عز وجل حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا هم لا يفتنون يعني انت افتعت ربنا لازم تختبر يفتنون يعني اختبرون ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميذ الخبيث من الطيب فكلما ازداد مجاهدتك في الطاعة ومجاهدك للإرضاء الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يهديك وربنا يقول والذين جاهدوا فينا لن يهدينهم سولنا وإن الله لمع المحسنين الدرس الثاني المهم وهو الحقيقة إن صحبة الصالحين وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة دي من أعظم المتاع وربنا سبحانه وتعالى يوم الحشر يحشر الناس أزواجا أهل المعاصر مع بعض الزناوة لعزب الله مع بعضهم والحرمية الصارقين مع بعضهم والقاتل مع بعضهم والذين يشربون الخمر مع بعضهم والصالحين مع بعضهم أهل الصلاة مع بعضهم وأهل الزكاة وأهل الحج فهو يقلقه ألا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كان الإنسان قريبا الله سبحانه وتعالى بالطاعات يحشر معه ليستمتع وكان يستمتع بالطاعات في الدنيا مع أصحابه في الصلاة أو في الحج أو في الصدقات ويستمتع أيضا في الجنة ويوم القيامة بهذه الصحبة الجميلة ولكن المنافقين بقى اللي هم إباء الذين يتظاهرون بالإيمان ولكنهم في الحقيقة بعيدين عن الربنا عز وجل قلوب بعيدين عن الله سبحانه وتعالى والظاهر بس إيمان بيقول إباء المنافقين يوم ترى المؤمنين والمؤنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقين والمنافقات الذين أمنوا نظرون ونقتبس من نوركم قيل رجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضلوا بينهم بسور له باب باطنوا فيه الرحمة وظاهره من قبلي العذاب ينودونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم بإباءة باتباع المعاصي واتباع الشيطان فيحجزون ويفصلون عن المؤمنين فيوم القيامة يحشر المتقين وأصحاب الطعاة مع بعضهم وأهل الفصر مع بعضهم نسأل الله أن يجعلنا مع الصالحين إن شاء الله